النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون سلسلة من المرتفعات الجوية السطحية متوقعة أن تسيطر على الأجواء بين البلقان والبحر البيض المتوسط وشمال الجزيرة العربية وصولا إلى مناطق القوقاز في الحقيقة هذه المرتفعات الجوية ستتحرك ضمن هذه المنطقة وستكون مدعومة علويا بمرتفع جويا شبه مداري علوي متعمق في أجواء أوروبا وصولا إلى وسطها تفرض هذه المنظومة الجوية بعد مشيئة الله تعالى طقسا صحوا شتويا مستقرا درجات حرارة ستكون حول معدلاتها نهارا وشديد البرودة ليلا يدوم هذا الطقس المستقر حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجديد لكن اليوم الخميس تنشأ حالة ضعيفة من عدم الاستقرال الجوي في أجواء شمال غرب البلاد على شكل صحوب متفرقة مع فرص زخات مطر عابرة تتلاشى سريعا بناء على هذا التحليل لتوزع الضغوط الجوي في طبقات الجوي كافة نتوقع بإذن الله تعالى يكون التقصي اليوم الخميس شتويا صحوا مستقرا مشمسا حتى ساعات ما بعد الظهر تتكاثر بعض الصحوب المتفرقة على مناطق شمال غرب البلاد والساحل وتتهيأ الفرص لزخات مطر عابرة المناطق الساحلية ستكون ضعيفة وقد تمتد باحتمال ضعيف في اتجاه شمال غرب البلاد تتلاشى هذه الحالة سريعا مع ساعات المساء بالنسبة لدرجات حرارة تشهدون خفاضا طفيفا لتسجل 15 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى درجة مئوية واحدة تبقى حركة الرياح شرقية ضعيفة مستقرة عند خمسة كيلو مترات في الساعة بالنسبة لتقصي يوم غد الجمال جديد على الحالة الجوية حيث تدوم الأجواء المستقرة المشمسة على فترات والغائمة جزئيا على فترات أخرى مع درجات حرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة تنخفض درجات الحرارة تسجل 13 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى درجة مئوية واحدة تهب الرياح الشرقية بسرعات ضعيفة نسبيا عند 10 كيلو مترات في الساعة تواصل الأجواء مع نهار السبت استقرارها مع طقس مشمس وانتشار ضعيف لبعض السحب المتفرقة تكون درجات حرارة كما ذكرنا حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع خفاض طفيف حيث مينة متوقعا تسجل نهار السبت 13 درجة مئوية نهارا لكنها تصل ليلا إلى صفر مئوية والله أعلم تبقى حركة رياح شرقية عند 10 كيلو مترات في الساعة إذن لا جديد على حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة حيث تستمر الأجواء الشتوية المستقرة الباردة بشكل ملموس ليلا والدافئة نسبيا نهارا مع حالة ضعيفة بعد الاستقرار الجوي على شمال غير البلاد مع ساعات بعض عاصر اليوم الخميس في التوقعات متوسطة وبعد ندى نتوقع بإذن الله تعالى يكون الأسبوع القادم شتويا صحوا مستقرا بصفة عامة مع انتشار لبعض الصحب المتفرقة ودرجات حرارة منخفضة جدا ليلا قد تصل إلى دون الصفر المئوية مع موجة صقيع ضعيفة إلى متوسط الشدة قد تبدأ مع فجر الأحد وتنتهي مع فجر الخميس كتوقعين مبدئيا قابلين للتغيير سنحدث هذه التوقعات في النشرات الجوية اللاحقة بمشيئة الله تعالى هذا كان كل من يتعلق تطورات حالة جوية لقادم الأيام استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون ترجمة نانسي قنقر من قبل المترجمات من قبل